السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في المحاضرة التالتة من سلسلة شرح جوز في امتحان في المايكروبيولوجي. النهاردة بازن الله هنتكلم عن هنتكلم عن عن هنتكلم عن النهاردة بتاعنا هنتكلم عن ازاي نعملها ده التسمير او اي ازاي نقدر نعمله هنتكلم عن هنتكلم عن بعض الامثلة الخاصة بالاس تينز هنتكلم عن بعض الاسد فاس هنتكلم عن هنتكلم عن هنتكلم عن هنتكلم عن هنتكلم عن هنتكلم عن اول حاجة نتكلم عنها هي ازاي نعمل بكترية اسمير بيريبريشن احنا الغرض ان احنا بنعمل على الشريحة عشان نقدر نثبتها ونصبغها وانحنا نشوفها. الخطوات بتاعنا زي نعمل الموضوع ده ان احنا بناخد small sample of culture ونبدأ نعمل لها separation على السلايب بعد كده بنترك ان هي تنشف في الهواء وان هي تجف بعد كده بنبدأ نعمل لها fixation الفيكساشن ده طبعا فيه طبعا اما بيكون بالهيتيج او بالميسانون وحنشوفه في المثلة اللي جاية بعد كده ان شاء الله الاسمين التكنيكس الاسمين التكنيكس عندنا نوعين عندنا الهيت فيكساشن ان احنا نسخ ان احنا بنعمل fixation وتسبيل الفيلم بالحرارة ازاي بنعمل اول الحاجة ان احنا اا نترك الاسمير ان هو ينشف ويجف من نفسه كده بعدين بنعمله بنشي فوق الفيلم بنمشيه من خلال الفيلم يعني كده من فوق مرة اين او تلات مرات طبعا ما نعملش اوفرهيد ما نسخنش التسخين عالي ونبوض منه الفيلم بعد كده بنترك ان هو يبرد وبعدين نشتغل عليه شغل الاستمين ده النوع الاول النوع التاني ان احنا بنشتغل بميسانون وفكساشن كل ما انا بعمله ان انا بفرد الفيلم بتاعي نعمل الاسمير بعدين اسيبه وينشف بقى عمنا نحطه في ميسانون او اا يعني في الغالب ميسانون هو كل دين شغال ميسانون بنعمله فكساشن في الميسانون لمدة ديئة بنقبسه كده في الميسانون لمدة ديئة واحدة وبعدين نطلعه ونسيبه ان هو ينشف تعالوا بينا نبدأ نتكلم بقى ونتعمق عن الاستين احنا نتكلم عن اول حاجة عندنا هي الجرامستين الجرامستين ما ينفعش حد بيشتغل مايكروبيولوجي ما يعرفش يعنيه جرامستين جرامستين دي اهم حاجة حتى في الكلاسفكيشن كلاسفكيشن كلاسفكيشن وفي بكتيريا جرام نيجاتف جرامبوسف وكايباسيلاي فالجرامستين شيء اساسي الجرامستين اهمتها عند ان هي بتفرق لي ما بين الارجنزمات عن طريق السيلورد بتعمل ديفرينشياتز ديفرينشياشن يعني للارجنزم عن طريق الدومين اللي هو البكتيريا في عن طريق البناء بتاع السيلورد لما بتفرق لي فهي بتفرقها لي الجرامستين آآ اللي هو جرامبوسف وجرام نيجاتف خطواتها ازاي ان حضرتك بتحط اول حاجة بتحطه طبعا انت عملت خلاص عملت بالحرارة بعدين بتعمل آآ بتحط اول حاجة بعدين تبدأ تخسل بعدين بتحط الايو دين بعدين تبدأ تخسل بعدين تعملو آآ الالكول بتصرع كده في ساوني معدودة بتعملو بعدين تبدأ تخسل بعدين اخر حاجة بتختم بتحط السفرانين مسلا آآ وبتسيبو آآ عليه برضو مدة وعينة وبعدين تبدأ تخسله في النقل بتاعها انت بتشوفها لو هي مسلا مدياك للون الازرق او كده دي بنسميها لو هي مدياك للون الاحمر او بنسميها اللي هي الكرام نيجاتف تعالوا بينا نشوف فيديو سريع آآ نضرب لكم بيه مثال على تعالوا ان نشوف فيديو سريع نضرب لكم بيه مثال على اللي احنا بنونه هنا بس انا حنتكلم عن الجرام ستين من عصفحة The Life on Better Dish طبعا صفحة دي لزميلتنا نورهام محمد ابراهيم آآ مايكروبيوليجيس معنا في معامل شيفة الأوربان بتشرح في الجرام ستين زي ما قلنا ان صفغة جرام آآ اكتر صفغة استخداما آآ في المايكروبيولوجي ويتفرق البكتيريا المنوعين مهمين الجرام بوزيتف اللي باللون البربل والجرام نيجاتف اللي باللون البربل قبل ما باسبغ فيه خطوة مهمة وهي البرفاريشن بتاع السلايدي والأدوات المستخدمة هنا وطبعا استرائيل لوب واما ممكن اخد البكتيريا من او اراحي تماما ان المزرعة تكون بمعنى ان خلايا البكتيريا عمرها مش كبير لان كلما البكتيريا بتكبر كلما هي هيبقى فيه صعوبة في انها ترتين السبغة هنعمل فكسيشن للفيلم على البنزن بيرنر ونتجنب الاكسس هيت تماما ونسيبه يبرد شوية وبعد كده هنبتدي نصبغ بالسبغة الاولية وهنسيبها من 30 الى 40 ثانية وبعد كده هنخسر ازيادة من السبغة طبعا يا جماعة في اي حاجة انت بتشتغالها اي سبغة انت بتشتغالها دستورك فيها هي البامفل في الحالة دي كل الخلايا اللي موجودة في السبغة سبغة باللون البربل ثاني الخطوة وهنسيبه ديئة واحدة وبرضو هنخسر ازيادة منه وفي الخطوة دي برضو هتفضل الخلايا محتفظة باللون البربل اللي هو اللون السبغة الاولية ثالث خطوة دي الخطوة الديفرينشيال اللي هي الديكالرايزر وبنعمل وورشنج للسلايد يعني قطرة قطرة لغاية ما اشوف القطرات النازلة من السلايد بشكل كميات اخرى وبرضو لازم ارهاي مهمة جدا انه الزيادة في ممكن يخلي الجرام بوزيتف تفقد اللون بتاعها واخسر برضو عشان نشيل الزيادة من بشكل كميات في الخطوة دي لو الخلايا جرام بوزيتف هتحتفظ باللون الكريستال فيالت لو هي جرام نيجاتف هترجع كميات هنضيف بعد كده الساكندرستين الي هي صافرانين سولوشن وانسبها من 20 إلى 30 ثانية وبعد كده هنغسل وبعد كده هنسيب الفيلم ينشف قبل ان اشوفه بورقة ترشيح وبعد كده هنفحصه تحت الميكروسكوب هنشوف ان الجرام بوزيتف تسبغت باللون الجرام بوزيتف تسبغت باللون البينك بالنسبة لتركيب الجدار الخلاوي بتاع الجرام بوزيتف بيتكون من ثيك لاير من البيبتيدو بلايكان لما بنضيف الديكالوريزر بيعمل بحيث انه يعمل باريور عشان يرتين البريستال فيلت دولة وبالتالي هيبقى صعب انه يحصل لها ديكالوريزر بالنسبة للهنغسل بتتكون من طبقة رفيعه جدا من البريبتيدو بلايكان وطبقة كثيفة من اللايبوبوليسكرايد واللايبوبوليسكرايد بيدوب فبالتالي بيزود البروسيتي بتاع السيل وول فبالتالي الديكالوريزر بقدر يدوب الكمبلكس بتاع البيبتيدو بلايكان فبتالي بيردع الخلية كالرلس دايما كانت وتقدر ان هي تاخد الكالر بتاع التالي نوع هنتكلم عنه هو الاسد فاصل وطبعا اشهر حاجة مشهورة في اللي هو سبغة زين نفسون المقصود بالاسد فاصلتين هي بتصبغ لي الباصلاي اللي هي مقاومة للحمل طيب الغرض منها ان احنا بايدنتفايل المايكرو باكتيريام زي كل الشغل الاتيبيك العموما في البكتيريكا فكرتها ان انا بزود من تركيز اللي انا كنت باستخدمه لسه من فترة فبزود تركيز وبلعب شوية وبلعب شوية في الديكورونيزر وكمان بسخن طيب خطوات الساوية ايه الهدف من كده لان السيلول بتاع المايكرو باكتيريام او شغل الاسد فاصل بيكون سميك بيكون في مليء بالدهون فانا لازم باعمل تسخين شوية في خطوات الساوية ان انا بخفف من سمك الدهون وخصوصا ان هو يعني بيكون كاره للمية فبالتالي انا بزود من ساوية الكاربورفوكسين بيكون تركيزها عالي عليه خطواتها باعت كاربورفوكسين طبعا بيكون مركز خطوة التسخين باعة بحط بيكر هنا من تحت زي ما انتم شايفين على هيتر او على اه وتليد والبيكر ده طبعا بيكون في مية وبحط السلايد والسلايد مغمور بالكاربورفوكسين المركزة البيكر المية اللي فيه بتبدأ تغلي تطلع بخار البخار ده يلتسق بالجدار بتاع الشريحة هنا فيبدأ يسخن الشريحة الكاربورفوكسين اللي موجود هنا يبدأ يتصاعد برضو منه بخار في اللحظة دي او ابدأ نهية الخطوة يبقى انا كده سخنة الاحظ ان طبعا لو نشف مني الكاربورفوكسين مع التسخين اللي موجود في على السلايد ازود كمان طيب بعد كده ابدأ اغسل بالديكورمايزر ابدأ اخفف الفيلم بتاعي بعد كده بحط المسلين ملوك اه برضو لمدة وقت معين يعني وفي النهاية بغسل الفيلم بتاعي وابدأ افحصه تحت المايكروسكوب بشوف تحت المايكروسكوب اللي بتاعها بشوف ان الاسد فاس بس اللهي اتسبغت معي باللون الاحمر زي ما انتم شايفين هنا والباكدراون بتاعت الفيلم كله كلها باللون الازا اللي هو المسلين ملوك بفحصها ازاي على اقل اتليس طبعا خمس زاية بشوف الفيلم بطول فيه شوية بشوفها من العدسة المية بفحصها يعني بطريقة الزقزق كده زي ما انتم شايفين كده بيمشي بطريقة دي او بيمشي بطريقة دي طبعا الانتر بلتشن بتاعها بيكون لو انا شفت عدد اكتر من عشرة اسد فاسد يعني الفيلم ده مسلا انا فيه كام في واحد في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر ماشتة طاشر بعطاشر في واحدين خمس عشر ده كده اكتر من عشرة فان غيرها شوفت اكتر من عشرة في الفيلد الواحد خدا honest طبعا الsa функ اكتر حوالي وبين شوفت حعالي عشرين فيلد عشان اقول ان انا امتاوصت الفيلد بتاع جراج غيرها شوفين او اكتر من متين اسدفاس بسيلم في العشيرين فيلد فانا بالتالي doe intimidating ما احكب اضيل ان المتاوت بتاعI اكتر من عشرة visto نسمية جراج 3 لو شفت من واحد لعشرة بنسميةها جراج 2 لو شفت من من واحد لعشر طبعا في خمسين فلد. لو شفت من عشر لتسعة تسعين في الميت فلد بنسميها طيب لو شفت من واحد لتسعة في ميت فلد. انتم متخيلين ميت فلد هبير رقم كبير. فدي يعني في الغالب بتتكتب اكشن نمو. يعني في الغالب مفيش يعني. اه لو ميت فلد ما شفتش فيهم حاجة بسميها نيجات. تعالوا نشوف برضو بسرعة مع بعض فيديو عن الموضوع ده عملي برضو. برضو هنشوفه من قناة تنزل عيف بيتة ديش. اه لزميليات من رهان. برضو فيديو عملي عندي لفن عمل شفت برمان بتشرح فيه خطوات عمل تسعة آآ الزيم يوسو. آآ بنستخدمها عشان نتعرف على المايكوبكتيريا. آآ اول حاجة انا مجهزة للفيلم بتاعي من العينة مباشراتهم. آآ عينة سبيوتون. وبعد كده هنتعلم ان شاء الله آآ لما نيجي العينات السبيوتون والبروسيسنج بتاحها زيني. آآ عينة من خلاصة ان انا مسلا بيبقى معي كده بحط عليه آآ جزء من طبعا دي مش اي مش هحط مسلا لا بحط حاجة تكون خضرة كده مخدرة بحطها على هنا وبحط كمان فوقها كمان سلايد تاني من فوق كده واشدوهم مع بعض بحس السلايدين يبقوا لازين على بعض. واشدها كده كأنه ايه آآ لازة والاتنين في بعض واشدها مراحة. فيزهر عندي بالشكل ده اللي انتو شايفينه فديه الطريقة. وفيه طريقة تانية انتو بتاخد العينة بقى وبتحطها في سلايدين تبدأ ايه تخففها كده شوية تخفي حدة الميوكيات بتاعتها عشان تقدر تفردها بسهولة. انا نفرد الفيل. انا حطاها على كب في مية. على هيتر. والنفترض بسيب المية دي آآ تسخن علشان تسخن السلايد. طبعا انا عملت فكسيشن للسبيوتن بالهيتن بس هي محبتش تعمله بالفليم وهو طبعا ينفع بالفليم لكن هي حبت تعمله بالآآ. الهيت زي ما قلنا عبدالك ده ان السيبول بتاع الميكوباكتيريا آآ مكون من مواد دومنية فالهيت بيتفكت المواد الدومنية دي علشان نقدر نسبوه الى الخليجين. خطوة من الزينيلسون ستينينج او الاسدفوست ستينينج هي البرايمر ستين ودي عبارة عن محلول غرب الفوكسين مركز. والسابغة دي لونها احمر. بنحطها على الفيلم بتاعنا. وبنستنى لغاية ما نلاقي فيتر طالع من السلايد نفسها. الاسابغة بتادي التسخن وفيه ذيب الطالع من السلايد. اكتر علامة مميزة ان السابغة بلاه التسخن ان فيه زي الوان الطيف بتتكون على سطح السابغة كما. رسيب السلايد على الوضع ده لمدة خمس دقائق. خلصت الخمس دقائق. وبعد كده هنقصل. الفيلم. واسناء خمس دقائق اراعي تماما عدم التعرض للمحاربة الزيادة. وكمان لو السابغة نشفت ازود سرغة كمان. تاني الخطوة الديكالورايزر. وديكالورايزر ده عبارة عن أسد ألترون سوليوشن. هاخسر ديه السلايد كده زي ما احنا شايفين برضو الوش اوف اللي نازل من سلايد لونه بنون السرغة الكريميري. فانا هفضل اعمل كده لغاية لما يبقى الوش اوف اللي نازل طالة الاستمامة. في الخطوة دي الميكوباكتيريا اسمها أسد خاصة فانا مش هيحصل لها ديكالورايزيشن لانها مقاومة الحمد اللي موجود في الديكالورايزر. بينما اي بكتيريا تانية سواء جرام بوزوتل او جرام نيجاتيف هيحصل لها ديكالورايزيشن. المحلول ده ترفيزه تلاتة في المية. لو احنا بندور على ميتو بكتيريا مليبريي او مو كارديا فهي غير الترفيز ده لنص في المية. بعد تباها نكسن. اخر خطوة هي الساكندرستين. الساكندرستين دي عبارة عن ميثيلين بلو. بحط الساكندرستين على الفيلم. وبسيبها تلاتين ثانية. خلصت التلاتين ثانية وبعد كده هنرسل. وهنسيب الفيلم بتاعنا آآ ينشف. وبعد كده نتفاصل. الفيلم خلص نشوف واصباحها جاهزا للخحص. حاطينا قطرة من زينا مستيني. الباكبراوند آآ لونها ازرق. هو طبعا العينة ما فيهاش ازرق. فهو الباكبراون بتاعتنا زرق. وما فيش اي ازرق. لو لانها كانت هيبقى لونها احمر في الفيلم اللي احنا نشوفه. تلات نوع هنتكلم عنه هو الموديفايد اسفاس. الموديفايد اسفاس خلاصتها. ان الناس قالوا يا جماعة الخطوات بتاعت زين نيلسونستين اسفاس دي. بتطول شوية معاه. طب ما تعالوا نلعب كده شوية في تركيزاتها ونلعب شوية في الشغل بتاعها. ونباور منها ونخليها تبقى سريعة. فقالوا نعمل ايه? قالوا حنلعب في تركيز الكاربول فوكسل. وحنشيل منها الهيتنج ونلعب في ديكرويزر. وسموها الكارينونستين. الكارينونستين هي مثل ما هي حنستنقيمها في شغل المايكروبكترية مثلا. طبعا هو بيقول ان هو مشابهة طبعا للزين نيلسونستين لكن هي ميزتها ان هي مفهاش هيتي. وحتى بيسموها الكولدستين. ميزتها كمان ان هو بيحطوا لها كاربول فوكسل مركز. عالي التركيز. تمام? بيبقى عبارة عن الفينول مع البيزيك فوكسل. وكمان مش بتحتاج تسخين زي ما قلنا. الخطوات بتاعتها بنسبغ الثابقة دي ازاي? يبقى خليكوا فاكريني ان المودفاية اسد فاصل احنا الغرض منها برضو ان احنا نجمع الاسد فاصل. اول حاجة بنغمرها كده او بنغطسها او بنحط عليها الكاربول فوكسل المركز ده المداهة لمدة خمس دقائق. بعدين نبدأ نغسلها بالمية. بعد كده نحط عليها من ثلاثة لخمس ثواني. بعد كده نغسلها تاني بالمية. بعد كده نحط عليها البنوم لمدة تلت دقائق. وبعدين نغسلها تاني بالمية. انا عايز اقول لكم جماعة ان نخدو بالكوا الدستور بتاعك هو البامفرت. البامفرت اللي جاية ما حضرتك مع الكيت دي اللي فيها الساوة. هو كتب لك الخضوات بتاعت وتشغلها ازاي. بعدين نسيبها تنشفلها ونبدأ نفحصها. طبعا هو زي ما انتم شايفين دي كاينونستين مسلا من صورة مفقيتها مسلا هنا. هو الاسد فاص بسلاي احمر. واه ايه هنا الكلام ده كله البلو ده نيجا ديف ولا احمر هنا وصل. دعيب. تعالوا برضو نشوف مثال على الكاينونستين. طبعا هنا في الكاينونستين هو هنا بيقول لك لو انت هتحضرها اه ماني ولا هتحضرها ازاي. بيقول لك كاربون فوكسين هتعملو ازاي. الاسد قال لكم هتعملو ازاي. المسلمين بتعملو ازاي. وهنا بيقول لك الخطوات بتاعتها. هدي عندك التلاتة. هو هنا عمل لها فكسيشن. بعد كده هيحط عليها فلتر بيبر. فلتر بيبر يعني دي حاجة يعني من النادر ان حد يعملها. هو الهدف ان هو لما حط هنا عليها ورق ترشيح. ان هو السابغة لما هيحطها عليها لربما ان السابغة تبقى مش مش مترشحة كويس. فيها بارتكالز كده فيها حبيبات من التحضيره فتقع على الفيلم فتوهمني بشوية حياة. فهو الغرض ان هو بيحط ورق الترشيح عشان ترشح السابغة لو كان فيها اي حاجة على الفيلم. فهو هحط الفلتر بيبر. حط بعد كده الكاربو فوكس من مدة عشر دقائق. طبعا احنا كنا قيلين خمس دقائق. عشر دقائق من خمس دقائق برضو واحد. بعد كده غسلها بالمية. هيبدأ يغسلها بالديكورنيزر اللي هو الهي سي ال. مع الالكول. للثلاث ثواني مسلا. بعدين يغسلها بالمية ثاني. ده احظوا ان هو ما سخنش. هو هنا يعني عامل خطوة برضو اضافية محدش بيعملها طبعا اه اه ان هو بعد عامل ديكورنيزر حاب يبص عليها تحت الميكروسكوب يتأكد انسا كان الفيلم بهت منه بسبب ديكورنيزر اتزود وانا ما زودش. لو اتضح ان هو كان زود الديكورنيزر هيرجع تاني ويعيد خطوة الكربو الفوكسي. طيب هو الدينيا كان الكويس معها فحيحطها ههو دلوقتي المسيني البنو المود دي يعني. عا كده هيبدأ يغسلها تاني. بالمية. ويبحصها تحت الميكروسكوب زي ما احنا قولنا ودي يعني اشكال مختلفة للأس الفاصل. او زي ما نتكلم بعد كده عن سابغة رقم اربعة وهي الكي او اتش مع الكوفلور وايد. كي او اتش ويز كالكوفلور وايد. فكلة السابغة دي يا جماعة قبل ما نتكلم عنها لازم نتكلم عن الكي او اتش ويتنا. دي حاجة برضو بنستخدمها في الفانجايد. يعني قبل ما نتكلم ويز كالكوفلور لازم نتكلم على الكي او اتش نفسها. دلوقتي انا عندي بيبقى مريد في اا حاجة كده مثلا في الجلد بتاعه. وانا مش عارف دي مثلا اكزيمة مثلا ولا دي فانجايد ولا ايه بالزبط. فعمل الكي او اتش عشان خاطر تخلصني من اي مثلا زي الاكزيمة او اي حاجة. وتخلصني من اي وايد بيسيز من اي حاجة. هتدمر لي اربسيز. هتدمر لي وايد بيسيز. هتدمر لي كل حاجة. الكي او اتش ده. البوتاسم هيدروكسايد هيضمر لي اي حاجة ويحفظ لي على الفانجايد. فالهدف منه ان انا بيفرق لي ما بين الفانجايد وبين اي حاجة كنت او اي حاجة في تبع عندك. صحيح. لازم نقول اول حاجة ازاي نحضر البوتاسم هيدروكسايد. طبعا في شركات بتبيع وجهاز لكن احنا برضو قلنا ان نقول فكرة المانويل بتاعه ازاي تحضروا مني ولا يعني. فحضرتها بتاخد عشرة جرام من البوتاسم هيدروكسايد وبتاخد عشرة جرام عشرة ميلي من جلسرين وكلهم بتخلطهم مع ثمانين ميلي ميلي. فده بنسميه التحضيرة بتاعت البوتاسم هيدروكسايد بتعملها ازاي. طب انا حضرت التحضيرة بتاعتين. اجمع العينة. طب العينة ايه? العينة في منها ممكن تكون سكان الاوير. ممكن تكون اي حاجة من التلات حاجات دي ودي اشهر حاجة. طيب بنبدأ نجمعها من في اللي معانا. فمثلا لو انا عندي اه في مسكين مثلا بجيب زي مشرط كده او حاجة كده اه متعوروش طبعا واخد بيها العينة واقعها كده واسحابها كده واقعها على السلايد او على ورقها برضو مفيش مشكلة. طبعا اه حتى لو انت عالد كنت ميليشة مش حفرة. لو انت مش بتاخد العينة دي وبتزراحها. انت بتاخد العينة دي وعايز تفحصها تحت الميكروسكوب. وعن نيل بننظف وخلي بالكم بقوتنا او سوابة مسلا قبل ما نسحب. وبعدين ممكن نقص الضفر كمان لو احنا عايزين نخش ده كده ونتعمق ونسحب ايه الانفكشة اللي احنا شايفينها. الشعر برضو باخد الشعرية كده بملقاط مسلا او حاجة زي كده واخد الشعرية او اخد حتى الفانجس او الحاجة اللي انا شاكت فيها بين الشعر. طيب. العينة اللي انا خدتها بحطها على سلايد وبعدين بغطيها من نسبة يعني من عشرة عشين في المية من حجم الشريحة بغطيها بالمتاسم على ايدروكسايد. اه بعد كده بسيبها اه بحط عليها كافر واسيبها لان هي تستقر كده بحطها ممكن في الطبقة واسيبها تستقر العينة وتبدأ تستقر حركتها عشان تبدأ تتفاعل وتكسر اي حاجة غير الفانجس اللي احنا عايزين نشوفها. بعدين نبدأ نسخنها جنتلي حاجة كده هادية مش على النار عالية خالص عشان يحصل التفاعل بتاعها. يبقى بالصور زي ما انتو شايفين انا حطيت السلايد ده اصلا علي العينة بعدين حطيت اه دروب او يعني حطيت كمية مناء من البوتاسم هيدروكسايد. بعد كده حطيت كافر عليها حطيتها في طبق عشان تستقر الكافر فوق العينة يستقر يعني ويفضل ان انا اغطي الطبق كمان. بعدين عملت لها تسخن. بعدين ابدأ افحصها على المايكروسكوب. حنشوف فيها مسلا لما نفحصها لو هي طبعا. حنشوف الخطوة اللي هي الخطوط دي. حنشوف مسلا اه الكونيديا اللي هي عليها السام. حنشوف اه اه هنشوف كل حاجة. طبعا بنفحصها ممكن في عشرة اه تكبير عشرة اكس وممكن اه في المايكروسكوب وممكن اربعين اكس. طيب برضو باب الشيء بشيء يذكر ان احيانا عينات البيوبسي والتيشوز او اه اي حاجة زي كده بنحطها في تيوب في كي او اتش. نفس الكلام اللي احنا حضرناه بناخد نفس التحضيره دي وبنحط فيها العينة بتاعة البيوبسي سواء عينة بون مارو او اي حاجة ثاني يعني بحط عينة البيوبسي وبسيبها في المحلول محلول في تيوبة وبحط في العينة وبسيبها يعني بحاجة سبعة وتلاتين وبعدين تانيهم اخد بتاعها وبدأ اشتغل عليه. احنا كده قلنا الكي او اتش. طيب تعالوا برضو ممكن اه نشوف فيديو فيديو عن موضوع الكي او اتش اه وازاي بنشتغل عليها في شغل الفانغس مسلا تعالوا في الفيديو يعطي. بياخد العينة بيسحبها وزي ما انت شافين بيخطو على السلايد. اهو. هيحط على الكيو ايتش بتسم عن الدروسايد. الدروب حطو. هحط لي يتسيبه شوية. بعد نسبة شوية يعني فكرة ان انت تحطه في طبق ولا يعني يفضل بس لو محطتهش عادي. بتبدأ بيبدأ ايه? يسخنها. ده اللي لحظات خفيفة. وبعدين بيفحصها على الميكروسكوب. زي ما انت شافين مساعدين هنا في الحاجة. طيب نتكلم بعد كده عن الكي او ايتش الكوتاسي ميدروسايد مع كالكو الفلور وايت. خلاص احنا عرفنا الكو ايتش ايه لازمته ايه اهميته وبنستخدمه ليه. الكالكو الفلور وايت. خلاصة الكالكو الفلور وايت يا جماعة انه هو كل المطلوب من ان انا الفانجايد او ليست اللي عندي بعمل لها اه بحط لها بحط لها بخلطها مع الكالكو الفلور وايت عشان خاطر لما يفحصها على الميكروسكوب تشيع ضوء ايه تشيع تبقى مادة مشاعة. تعالوا نشوف. اول حالي طبعا لازم نقول ان احنا بنحضر الكالكو الفلور وايت بنحضره ازاي? بنأكل نصف جرام من الكالكو الفلور وايت بنخلطه مع بنسب له اتنين من عشرة اتنين من مية جرام وبنحلوهم في خمسين ميلي مايض. بناخد نقطة من محلول ايه? اللي هو بتاع الكالكو ونقطة من محلول بي بتاع الكالكو الفلور وايت وبنحطوهم على العينة وبعدين نحط عليه ويسيبهم شوية يركزوا بعدين نعمل لهم تسخين بحنية كده بالخطفة ورشقة نحن نسخنهم فحيظهر عندي تسبيت هيحصل تسبيت يعني العينة هيحصل لها فكسيشن بقى وتسبب التركز بعدين نبدأ ابحاصها على الفلورسينس ميكروسكوب واشوف ايه الالوان اللي حتظهر عندي اذا انا شايفين كده يا دي هوينها ايه؟ شكل الانيسي السابقة التالية علوني اتكلم بعد كده عن الترايكمستين الترايكمستين يا جماعة ايه الغرب انا؟ الترايكمستين هي بنستخدمها في السميرز بتاعت انتستنال بروتوزوة او الهومان سيلز او الهيس سيلز او الارتيفاكت الماتيريا بمعنى يعني في عينات الفيكة اللي يعمل شغل الستول والكلام ده اصبغ بيها العينة بتاعت السطول عشان خاطر اميز الحاجات دي عشان تساعدني في التمييز بشكل جيد ما بين الارتيفاكت مسلا وما بين الارتيفاكت مسلا وما بين الديفرانت اورجانيزم المست كومن انتستنال بروتوزوة هي اللي احنا بنستخدم فيها الترايكمستين في شغل البراصيتوري وبنفرق فيها مسلا في الانتاميب مسلا ما بين السيست والتروفوزويت والكلام ده العينة زي ما قلنا هي بتبقى عينة فيك العينة سطول ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون سطول في في نوع الالكول البي في اي اي او ممكن تكون عينة جيانة مسلا في فورمالين عادي خلص الريجنت اللي احنا هنستخدمها الريجنت تبقى خطوات انا بعمل طبعا بحضر بحط ايسانول مع ايودين بعملها خلطة كده معينة باخت سبعين في المية ايودين بخلطها بالالكول لحد لما الخلطة دي تبقى يبقى لونها درك ده غنق خالص بعدين عشان اشتغل بها بخففها يبدأ بسميه الستوك اللي هو كان الكل مع ايودين دي بنحاولها الدرك فده يبقى المحلول الستوك اللي عندي بعدين بابدأ اخففه بالكول تاني سبعين في المية الحد لما اوصله للون الاحمر بتاعة اخد جوز بس اللي حشتغل منه الحد اوصله لون الاحمر كده مني محمر او مثلا بيبقى سترونج تي زي شغل الشائل كده التقيل طبعا بستخدم الحاجات دي اللي امتوا شايفينها هتشوفوها تاني برضو الخطوات دكاعدة الخطوات اول حاجة بحط التوليف اللي انا لسه كنت عاملها اللي هي فيها ايسانول مع الايودين بحطها على الاسمير بتاعي لمدة عشر دقايق بعد كده احط في الايسانول لمدة خمس دقايق بعدين احطه لمدة اه تلت اه دقايق اه في ايسانول مرة تاني بعدين احط اه لمدة عشر دقايق بعدين احط اه اخسلها بالاااا بالايسانول مع مع اه اساتيك اسد لمدة اه من ثانية لثلاث ثواني بعدين اسيبها في الايسانول التركيزه اللي هو مية في المية بعدين ادخلها تاني في الايسانول اللي تركيزه مية في المية لمدة ثلاث دقايق بعدين احطها احطها في الزينل او اي زينل سبستيوت مدة عشر دقايق بعدين بحط لها كده حاجات زي جيل او حيات اللي هي بيسموها مونت ودز اه كوفر سليب اللي هي بيسموها مونتك ميديا كده زي ميديا كده بتتحط كده عليها بعدين نبدأ نفحصها في الميكروسخو في العدسة المية الريزل الريزل بيظهر عندي ايه الارتيفاكس والباكجراون اصلا بتاع الفيلم بياخد معايا بياخد معايا اللون الاخضر اليس والفيجيتابولز والفيبرز بتاخد معايا ايضا اللون الاخضر الاربيسيز والبكتيريا في الغالب بيبقى لونها احمر الكرومزومات والكروماتين بيبقى لونهم كده بتاخد اللون اللارفا والاكز بتاخد اللون ده السيس والارجانزمات البيعية بيبقى لونها ازرق معايا كده اللي هو بيسموه باهد كده بيسموها كده رجواني باهد ده مثال يعني على شكل الافريم اللي حضرتك ممكن تشوفها فانتو هنا مسلا يعني ده له ناخضر ده بيسموه ده اللي هو الجرين بقى ده الجرين اللي هو بيبقى فيه background material والارتيفاكس هو ده فيه هنا احمرار فدي بتبع النيوكلس بقى والحاجات دي خلاص طيب تعالوا نشوف فيديو عن الموجودة نشوف في مرتفع الوصول نشوف في مرتفع الوصول عينة الوصول هيتفريدها. هو طبعا هو بياخد عينة من البستول وبعدين يحطها في في بندورف هنا ويدورها. في السنتر فيود. او في فورتيكس زي ما انتم شايفين. هياخد بتاعها. هيلمي السوبر نيتات من البندورف. بياخد بتاعها. اهو. طبعا هيبدأ يماشي الخطوات الكتير بقى اللي كنا بنقول عليها في السلايد. هو عمل كزا سلايب يعني. اهو شغل بيعمل السلايدز كتير. يبدأ بقى يعمل الخطوات اللي احنا كنا بنقول عليها. اه احيجي بصورة معلش. اه اجمل حال ان انت لكون نسان منظم ان انت تروس الكونتينر اللي بيبقى فيه المستيل او بيبقى فيه الالكول. حيس ان انت تدخر هنا وتطلع منها. تدخر هنا وتطلع منها. تدخر هنا وتطلع منها. تدخر هنا وتطلع منها. هو وصل خلاص في الزانة لاخر حاجة. بعدين احيجي يفحصها في الميكتب سكول. ويف واجتب definitionّ ويزحل تدخر أن تطلع sofort Andre rush because the patients are already in thegeschاية than dobo Isher stems with a tinary purple since it will appear more slightly purple. The background material usually stands green providing a nice color contrast with the protozoal. Nuclei uniklusions such as chromatoidal bars of amoeba species عباسيه, bacteria, charkid living crystals and medium body Giulia will all appear red and sometimes tend with purple. However ideal conditions may not prevail every time and protozoa or background may tend to be orange or light brown. This is left to your judgment and to whether you are still able to give proper identification of the paracite. انا برضو عايز اقول لكم موضوع ان انت تلقى الون ستاندر كده هو ايدال زي ما الكتاب قال ده فيه كتير تؤدي لكده يعني ممكن اصلا التحضيره انت حضرت الستين صح يعني اقست البي اتش بقى بتاع المية وكنت دقيق ومحاسوك ووصلت للدرجات الدقة العالية دي طيب نحضر السفغة بتاعتك كويس خالص والمتيريالز اللي انت كويس خالص طيب خطواتك اشتغلت بالثانية ودقيقة بالدقة اللي هما نايلين عليها وخطوة خطوة فيعني دي الاسباب اللي ممكن تخلي اللون مبقاش الستاندر اوي معاك لكن برضو مع كتر شغلك ومع كتر سفغتك انت بتكتسب خبره عالية ان انت تشوف الحاجة دي حتى لو مش في اللون الستاندر بتاع هتقول لا دي كزا انا بينا نشوف الجيم سستين الجيم سستين قلاصتها ان احنا بندور في الغالب في الغالب على المنارية والبرازات عموما اللي بتبقى في البلد السنيف ازاي نحضر الجيم سستين بناخد ميتين وخمسين ميلي من الاسانون مع ثلاثة وتمانية من عشر ميلي جرامس اه من الجيم سبودر ونحلهم مع بعض بعدين نسخانها في ضرية حرارة سبتين بعدين نضيف عليها الجاسين كمية ميتين وخمسين ميلي فده عندي الاستوكس اليوشان اه نفلترها يعني من شهر نفلترها وبعدين نخزنها نفلترها بورقة ترشيح يعني وبعدين نحطها تتخزن من شهر لشهرين بعدين تبقى جاهزة للاستخدام بناخد منها عشرة ميلي من الاسطوك ده وبنحله كمان فيتامين ميلي مية مع عشرة ميلي من الميسانون وتبقى جاهزة ان انت تشتغل بها ودي التحديرة بتاعتك طيب البروسيجوس بتاعتنا احنا عندنا حاشتين عندنا حاجة اسمها فيلم فيلم وفيلم نحيف وفيلم سميل الفيلم النحيف اللي هو حضرتك بتحط دروب مسلا من بلد عشرة مايكرو او خمسة مايكرو بتفردها بالسلايد زي زي افلام السميسي العادية خلاص بتفرد الإيناق وتسيقها بها تنشق اا بعدين بتعمل لها غمص في الميسانون مرتين كنا بسرعة عشان تعمل لها تسبيت بعدين بتحط عليها خمسة في المية جيمس السن يعني بتغمرها كده خمسة في المية جيمس السن يعني في الشريحة نفسها. بعدين بتسيبها من عشرين تلافين دقيقة بعدين تغسلها بالمية وايه تفحصها. طبعا يعني هو بيقول لك ان انت لو مستعجل وحد الطوارئ ما فيش وقت ان انت تستانى من عشرين لتلاتين دقيقة فانت ممكن خلاص من خمسة إلى عشر دقيقة. اثن فيلم. طبعي فيلم ده اللي هو انت زي عينات سي سيف كده. انت بتحطه دروب وبتماشي كده عليه بكافر او بتفسيها كده. وتعمل ايه? اه سايكل سايكل كده تلف كده حولين نفسك. خلاص? وبتبقى كده بقعة كده كده كبيرة. طيب بتشتغلها ازاي? بتعمل الفيلم وتسيبه كبان ساعة عين شاعة. تمام? بعدين بتعمل دايليوتة جيمس السن. دايليوتة جيمس السن تخفيف من واحد خمسين. بتعملها ازاي? بتاخد واحد ميلي من اللي انت كنت عامله. اللي انت عامله ركانته شهرين. بتخلطها بتسعة عربعين ميلي من الفيسفات بفر او مية. خلاص? وتعمل التحضير دي وبعدين تسيب تحط على الاسمير لمدة خمسين دقيقة وبعدين تغسله بالمية. آآ من ثلاثة لخمسة دقيقة. وتسيبها تنشف وبعدين ايه? كيف حصل? طبعا آآ الريزلت والانتر بلتيشن بتاعها آآ آآ كلامه كتير. فمثلا يعني هنا تعالوا يعني مسلا الملاريا بتاخد اللون الاحمر في الفيلم او البنك. خلاص كده? آآ هي والنيوكلاس برضو. يعني وسيتو لازم بياخد لون ازرق زي كده. فهنا مسلا فيه تفصيلة تمام؟ كل حاجة منها بيبقى لونها ايه? في الجيم ستين. خلاص? واللي يعني زي ما قلنا في الملاريا مسلا ان هي بتاخد ايه? اللون الاحمر او البنك. يعني اهو زي ما انتم شايفين في الصور دي ملاريا. طبع زي ما قلت لك برضو اللون مش لازم بتشوفه تعال نشوف الفيديو في شرح. دي الماتيريالز والريكوية اللي احنا بنشتغل بيها. حيشوفكم. نصبعه. ياخد منه السلايد مقطتين. بس يمسح المقطة الاولى يعني. ادي مقطة. وادي التانية. واحدة هيفردها ثن واحدة هيفردها ثيك. دي ثيك. بيقول لتلكوا بيعمل كده فيلم ايه? سميك. الثن خلاص اهو. فيلم زيه زي اي فيلم سي بسي عادي حضرتك بتعمله. بيسيبها تنشف. بعدين يعمل لها بالميسانول. قطصها كده. حط عليها الجيم ساستين. هو بيقول من تمانية العشرة داي طبعا زي ما بتوك كل وقت يعني بيختلف. يبدأ بعدين يغسلها بالمية. بسيبها تنشف كده الفيلم نيهز يعني. هي خط واحد بس. ويبدأ دي كوانسيلة على شكل التروفوزويت لما هتساعدت ساعد. طيب. تعالى نتكلم عن اخر سابغة واخر سابغة هي اغلسهم شوية اللي هي الاكريدين اورنج. الاكريدين اورنج. الاكريدين اورنج اه في الغالب بيستخدمها في شغل الفلوس هيتونيتين. يعني ده اكسر استخدامها عشان دي اي اي و ار اي اي. لكن من النادي لان حد يشتغل بيها في شغل المايكرو عايز يشوف الدي اي والارنج اي بتاع الاورجينيزم الكلام ده. طيب. اكريدين اورنج اه ما بنشتغل زي ما أونا بيها في شغل الدي اي والارنج اي اه فكرتها الفلوس هيتونيتين اسم شغل ان انت بتحط السابغة دي معهم عشان الدي اي والارنج اي يشعر بقلوان معينة عشان تقدر تفسرها. يعني هو مسلا انت بعد ما بتستخدم السابغة دي اه على الفيلم تاجي تفحصه بالمايكروسكوب الفلوسينت اه لو اداني مسلا. لون الاخضر فده اللي هو دي اس دي اناي اللي هو دابل تراندد دي اناي لو اداني مثلا لول احمر في الورسينس اللول احمر هو المشاع فيبدأ ده سنجل ستراندد دي اناي وفي الغالب هو بيستخدم في الانافيز في شغل انقصام الميتوز والكلام ده طبعا الاستينيك بروسيجورز بتختلف يعني انت هتشتغل بها ايه هتشتغل بها سبيسما كلينيكال سبيسمن ولا هتشتغل بها فلوس هيتومتري ولا بيقصد لكن احنا اللي يخصنا هو الكلينيكال سبيسمن ده اللي هو شغل المايكرو بيولوجي اللي يخصنا وزي ما قلت لكم من النادر يعني ان هتشتغل بيه اصلا طيب ازاي نعمل الرييجينت اصلا نحضره ازاي هو بتحط خمسين ميلي جرام من اكريدين اورانج بتحلها في عشرة ميلي من المية ويبقى الستوك كده متوفر عندك وانت مخزنه وبعد كده تبدأ تخزنه فيه التلالية فده الستوك عندك طبعا عايز تخفه بقى وتشتغل منه بتاخد واحد ميلي من الاكريدين اورانج ستوك سيديوشن بتخلطه مع نص ميلي ميلي جلشيك اسيتك اسد بضيف عليهم كمان خمسين ميلي مية فده كده ايه بتاعك بتصبغ ازاي بتحط العينة على خلاص كده وعملت العينة بعد كده تعمل لها فيكسيشن بالميسانول بعد كده بتحط عليها الاكريدين اورانج وبتسيبه ديتين وبعدين تغسله بالمية وتبدأ تفحصه على الميكروسكوب الالوان اللي بتبنعك مثلا البكتيريا والهيس بتبقى لون مشاع بالورانج التيركومونس مثلا بيبقى لون اورانج او احمر مشاع مع يالو جريم نيوكلس النواة بيكون بدونها اخضر مصفر البكتجراوند بتاعتك بتبان لاما سود لاما يالو جريم الايبسيل سيلز مثلا او انفرماتر سيلز او التيشو بتبان باللون البيل جريم تويالو اللون اللون الشاحب اخضر مع اصفر اه اللوكسايت مسلا بيبقى لونها اصفر او اورنج او ريد ده بيعتمد على اه الار اي اي بروسيجوز ان انت كنت مشتغل عليها والايرسوسايت مسلا اه ما بيبقى لهاش لون اصلي ولو يعني ممكن ظهر لها لون دي بيبقى بيبقى ماش مع البيل جريم اللي اخضر الشاحب يعني ده مسال على اه اكريدين اورنج في الصورة دي طبعا بيقول لك ملحوظة ان ممكن اليوري بلازم لازم لازم اتقدر ايه تصبغهم بالاكريدين احنا كده نعتبر اه خلصنا اه ما تنسوش احنا غطينا في الكورس هنا معاكم شغل البريا اعتقل تكلمنا في البريا اعتقل بروسيجوز تكلمنا عن كلمنا عن كلمنا عن كلمنا عن صورة يعني سريعة لما تكلمنا في كلمنا عن كلمنا عن كلمنا عن طبعا بذكركم على والكلام اللي احنا هنا هنا فيه بعدين تكلمنا عن كلمنا عن كلمنا عن كلمنا عن كلمنا عن وانواحها تكلمنا عن وتكلمنا عن بتاعها. زي ما انتم فاكريني يعني. والنهاردة تكلمنا عن وتكلمنا عن والنسانول والفاكسشن بالنسانول. وتكلمنا عن بعض انواع السرغات اللي كانت مقطوب من ان احنا نفهمها في الانتحاء. تكلمنا عن الاسدفاص. تكلمنا عن الاسدفاص. تكلمنا عن تكلمنا عن تكلمنا عن جمسة. تكلمنا عن اه ان شاء الله يا ريت حضراتكم ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات. وما تنسوش تشتركوا في القناة. وبإذن الله تعالى يعني بنحضر لكم فاجئة ان احنا نعمل لكم تحان على اللي تشرح ده. ويكون فيها اسئلة مشابهة لكتاب بتاع نفسها. وان شاء الله نسعى ان الكورس ده يكون كورس اولاين اه معتمد من اه احدى الجهات ان شاء الله هنعرفكم بيها. ويتم فيه امتحان واللي يا جزي تاعني احصل على شهادة باجتياز الجزء الاول من امتحان اه من كورس الاعداد من امتحان الانتحان الانتحان كشهادة يعني اه تحفيزية لكن هي في النهاية ما ينفعش تقدمها لانا اوخد كورس ومش هافيه لأ او من كورس بتاعهم في مختلف عن كده طبعا. بزاكم لخيرا. نمثلنا وعليكم ورحمة الله يبركاته.